الفعل الماضي مع هو هي يصرف الفعل الماضي مع هو للمفرد المذكر الغائب وهو ضمير من ضمائر الغائب الخمسة وهي هو هي هما للمذكر والمؤنث هم هن بفتح آخره كأن نقول هو لعب هو كتب هو خرج إذا نظرنا إلى نهاية الأفعال المصرفة لوجدناها انتهت بفتح لكن هل يتغير الفعل حين يقع تصريفه في الماضي مع ضمير الغائب المؤنث هي يصرف الفعل الماضي مع هي للمفرد المؤنث الغائب بزيادة تاء ساكنة في آخره كأن نقول هي لعبت هي كتبت هي خرجت إذا نظرنا إلى نهاية الأفعال المصرفة لوجدناها كلها تنتهي بتائم مفتوحة ساكنة التمرين الأول أسند إلى ضمير الغائب هو ثم إلى هي ذهبت إلى المدرسة فقرأت وكتبت ورسمت ولعبت مع أصدقائي ثم راجعت إلى بيتي هو هو هي الإجابة ذهبت إلى المدرسة فقرأت وكتبت ورسمت ولعبت مع أصدقائي ثم راجعت إلى بيتها أتمرن الثاني أسند الفعل إلى الضمير المطلوب أنا كتب بطاقات الاستدعاء نحن أعدد الوليمة أنت عطر الغرف أنت استقبل المدعوين هو هو جال الماء المعدني هي رتاب المائدة الإجابة أنا كتبت بطاقات الاستدعاء نحن أعددنا الوليمة أنت عطرت الغرف أنت استقبلت المدعوين هو جلب الماء المعدني هي رتبت المائدة التمرن الثالث أكمل النص متحدثا عن طفلة دميتها بماء فاتر و فستانا حريريا ثم شعرها الذهبية و هائلة صدرها و قبلتها بحرارة كبيرة الإجابة غسلت دميتها بماء فاتر وألبستها فستانا حريريا ثم مشاطت شعرها الذهبية وضمتها إلى صدرها وقبلتها بحرارة كبيرة التمرين الرابع أعوذ أحمد بأمينة تناول أحمد ورقة ملونة وطواها عدة مرات فتحصل على قارب ورقي ألصق فيه الولد عودا يحمل علم تونس وأسرع إلى النهر المجاور ووضعه على سطح الماء فسار القارب رويدا رويدا الإجابة تناولت أمينة ورقة ملونة وطوتها عدة مرات فتحصلت على قارب ورقي ألصقت فيه البنت عودا يحمل علم تونس وأسرعت إلى النهر المجاور ووضعته على سطح الماء فسار القارب رويدا رويدا تحصول على هذه المسألة تحصيل رويدا 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 يحمل علم تونس